في صورة حنزلها لحضرتك دلوقتي برضو يعني عايزين نبقى نبص عليها لانها صورة بتحكي لفتت نظري في التقليل الحقيقة وهو بيتعرض لانها صورة بتعرفنا يعني ايه كرة شراب يعني اه يعني اه الصورة هيكت طبعاً دي الصورة دي كانت في احكي لنا القصة بتاعت الصورة دي صورة دي كان في حايم بابة اللي داخل علي دا خالد اخويا اه 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 يعرفو الكابتن امن شوء كويس لانه كان مقيم معه في امريكا وهو مازال هناك وندعوله بالشفا يعني هو عمل عملية قريب كده صعب شوي والسلام يا رب. واللي في ظهره ده كابتن محمد رمضان. محمد رمضان الأهل. وده طبعا يعني كان في الشارع. الناس قاعد على الكراسي كانت كرسي خمسة ساغ بعشر ساغ حاجة زي كده يعني. وكان معنا بس مش في الصورة مش باين. الله يرحمه ويحسن إليه يتوفى من يومين سعيد الحافي. سعيد الحافي ده يعني كرة شراب ما يتقالي يقولك حريف. اسطورة يعني. هو للأسف الناس ما شفتوش هو بيلعب كرة كبيرة. الله. لأنه هو في ناس بعيد عن يعني مش عارفة تاريخه كويس. هو شعر طبعا في الشارع. لأنهم كانش يلعب غير حافي. ما كانش ينفع يلعب بجازمة. لكن بعد كده كان هو بيشتغل في شركة الكابريت. وكانوا مشتركين في دور الشركات. وكان بيلعب. فلما كنت تشوفه وبيلعب في كرة كبيرة. تحس باللمسة عنده زي ما بيلعب كرة الشراب بالزبط. الله يرحمه ومات من مبارح. مات من مبارح أو أول مبارح حاجة زي كده. فدي كانت في حين باب عندنا اللي احنا أصلا منه. وهو سعيد الله يرحمه. كان من هناك وكان معنا. من ثاني من الجوم الكرة كان موجودين يا كده. كان موجود معنا في المرادات. كان في حمد نوح. كان في سيد يوسف. يعني لعبة من الأهل ومن الزمالك ومن الترسانة طبعا. كانت دي مع سعيد. وكانت في الشارع يعني عمتا. وفي ناس طبعا واقفة. اللي قاعد قاعد عشان دفع خمس سالة. دفع خمس سالة. لكن في ناس تانية واقفة بتفرج ببلغش. يعني فيلم الحريف اللي كان عامله عادة اليوم ده فيلم واقعي جدا. يعني فعلا أنا هو فيه أخ كان كتب كده كنت قريط له. يعني قال لا ده الفيلم دوت بيحكي عن حياة لعب تاني. كان اسمه موحي. لكن لا هو سعيد فتحي. لا هو كان مقصود بسعيد فتحي. بس طبعا في الدراما السينمائية. الكتابة والحاجات ما بتجيبش اسم. بس كلها بتبقى إحاقات بأن الفيلم ده. يعني بيحكي عن تاريخ الصين أو صاد من الناس يعني.